بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اهلا وسهلا بكم في الميني كورس تاع السيمين اناليسيز. احنا اول مرة نعمل موضوع الميني كورس ده. الميني كورسز بها تبقى كورسات تغيرة مختصرة. اه هنحاول ان احنا اه ناخد فيها زي منهج متكامل في موضوع من المواضيع. ونحاول ان احنا ان شاء الله برضو يبقى عليها زي ويبقى عليها اه يعني عناية شخصية بالناس اللي بتحضر معنا. على غيرها الكورسات اللي احنا عاملينها التانية سواء كان كورس الانتيبيوتيكس. اه او الكورس اللي الله انا هنعمل له اه عن او او الكورس اللي كنا عملناها برضو زين بتاع اه هنبقى نعمل برضو كورسات كده وهو كورسات مفتوحة ومجانية للناس كلها. اه بس هتبقى اكثر تنظيما شوية بازن الله. كان من ضمن القضايا اللي الناس كانت طلبت ان احنا نتكارين في الموضوع المهمة يعني. موضوع او الحقيقة ان هو اه فكرته انه فيه فيه جانب عملي لحد كبير وفيه شغل ايد وفيه اه شغل وحاجات زي كده فمحتاج اي شوية محتاجة ان الناس تتخيل شوية اللي بيحصل في المقتبر. فاحنا هنحاول ان شاء الله ان احنا نغطي المواضيع دي ونحاول ان شاء الله نغطي برضو الجانب النظري بتاعها بحيث ان احنا نبقى فاهمين ونعرف نتصرف ازاي لو حصل اي اه مشكلة واحنا شغالين نبقى عندنا فكرة عن بتاع المشاكل اللي ممكن بتحصل معنا واحنا شغالين في عينات السيمين. اه خلونا استعين بالله ونقول ليه بنعمل سيمين عايز برضو كان عادة محاضراتنا كلها نقاشية. الكلام من طرف واحد ناس هتنام وهتركز وهتبعد عن الموضوع وكل واحد بقى يبدأ ايه اه يرفع ريبليه على المكتب بقى وشيدله كده نخده تحت ظهره بقى من وراء. ونبدأ بقى والموضوع بقى هتجيب عيالها ونبدأ بقى نتذكر للعيالها لو الراجل ده يخلص كلام. فاندو لازم تدفع له معايا. لماذا? 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 لماذا نحن هنا? يلا. احنا ليه يا جماعة بنعمل سيمين اجزامينيشان? اللي عايز يفتح المايك يفتح اللي عايز يكتب في الشات اهلا وسهلا. في السريع عصان خاطر ايه ما اضطرش. ليه بنعمل سيمين اجزامينيشان? اهم سبب ان احنا نشوف قصة او نأسس الفرتلتي. يعني نشوف الفرتلتي بتاعت هذا هذا الانسان. حلو. يعني ايه الفرتلتي ويعني ايه الفرتلتي. قد بقى لك برضو اعني شغل الحموات بقى اللي هتطلع لنا في الحتة دي. عارفين انتم شغلوا الحموات? اللي هو انتي ما اتخطبتيش? اتخطبتي ما اتجاوزتيش? اتجاوزتي ما حملتيش? حملتي ما خلفتيش? خلفتي طب ما خوتهوش? ها? القصص اللي انتم عارفينها دي. امتى نقول على اه على الزوجين ان هم عندهم حلوة. يعني او كويس. او عدم خصوبة. جميل. انت بقى نقول. ايوة لما يحصلش بعد قد ايه? يعني يقولولها بعد شهر. ايه ده? انت محملتيش بعد شهر. شهرين. لأ بعد سنة. بس لازم يكون في ايه? انت الكورس بيحصل اثناء ايه? اثناء السنة دي. تمام? بعد سنة. فقبل سنة يا جماعة نقول للناس لا اهدوا. انت يا بابا مش محتاج اساسا ان انت تتعب نفسك ولا ان انت تجري ورا حاجة. انت كده طبيعي. حد سنة ما عندكش مشاكل. بعد سنة نبدأ ندور بقى. اول حاجة لما نيجي ندور على سبب الانفرتلتي. حتى لو احنا شكين في السدت. اول حاجة بنعملها ايه? بنعمل فحص سيمينة يا دكتور للراجل. بنعمل سيمينة. هو ده الفرسك السيب يا جماعة في قصة الانفرتلتي دي. ان احنا نعمل سيمينة. ده لو الراجل ده مخلف قبل كده. وكان متجاوز واحدة قبل كده. ولا متجاوز واحدة تانية. او اللي احنا بنتكرم عليها دي برضو ما حملتش. اول حاجة بتتعامل هي سيمينة. ليه بقى? انه بتاعت في الفيميلز معقدة خلص. انما الميل يا سلام سيمينة ونبص عليها تحت الميبروسكوب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونقول له اخ تعال انت هنستلمك ونشاك عليكم. وتعالج ولا انت كده تمام وهنبدأ ان ادور على اللي هو ايه المدام. كويس. الحاجة التانية اللي بنحتاجها او نستفدها. او نحتاج عشان هنعمل سيمين هنا هنشخص انه فيه صح? هنا احنا بنشوف في عيينة السيمين. التقليل من خلال السيمين ممكن نعرف ان فيه او 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 ما فيش انفكشن من خلال الباصل. وطبعا الانفكشن برضو له علاقة بيه موضوع الايه? وموضوع الفرتلتي والانفرتلتي. طب حلو. خلنا ايه الاساس بقى بتاعنا موضوع ايه الفرتلتي. الفرتلتي دي عشان واحد يخلف. ايه المطلوب? عشان راجل يخلف. ايه المطلوب? عاوزين ايه يعني في عيينة السيمين? يعني كافر ما مطلوب. واحد عشرة مية الف مليون عشرين مليون ميت مليون مين يزود? هو الفرتلتي لا يا راجل يعني الفرتلتي بحصل بخمستاشر مليون سبيرد? عشريك عاليا بشريك. ممكن اجلت تخصر حسب نوعيت السيمين. انا بشو الكومنتات بتاعكم ازيزة. اه? ممكن العدد يكون يجليل بس فيه موتلتة عالية. انا ليه بس انا ليه بس الا سئلة دي. انا ممكن على فكرة اقول لك. ونخش في الموضوع. خليك معا ابو حمد. نخش في الموضوع بنعد كده بتاع كده وخلاص. احنا عايزين نفهم الحاجات بعمل. تمام? انا ذاتي لما يجي لي واحد يقول لك انت ابو حمد بقول لك بتاع الكونت خمستاشر مليون. خمستاشر مليون. يعني لازم يبقى عشان نقول عني ده كتر من او يساوي خمستاشر مليون. تحت ما خمستاشر مليون ده بيعتبر يعني يقول قليل. تمام? اسمها ايه? يعني سبيرم كونت بتاع صاحبنا ده قليل. طيب صاحبنا ده اقل من خمستاشر مليون. انت مع عمركش شفت واحد بتاعه اتنين مليون وخليف. شفت. انا شفت واحد خمس تلاف. كان بتاعه خمس تلاف. تمام كده? يعني وارد انه يحصل. طب ازاي بقى اللي اتنين مليون اللي هو خمس تلاف. ده عنده سيفير سيفير آآ ديمينش دي كونت. ازاي بقى نقول صاحبنا ده خلف هو عنده خمس تلاف. لانه هو المطلوب يا جماعة في الفيرتليزيزيشن كام سبيرم? وان سبيرم? طيب. الاسبيرم ده شرط ان يكون. آآ عايش ولا ميت? اشتركوا في القناة تعالوا. الوقت 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 رجع يا جماعة لا ما وصلتمش يا دكتور. مشكلة فيه تعليق. اه في حاجة في حاجة في الانترنت عندي صحيح. انا عايز وعايز وعايز ده جماعة يكون ايه? يكون يعني عايز ويكون موطيل. اخد بالك من الحين من الاتنين دول. يعني هو كل عايز. يبقى معناه ان هو هيكون موطيل ولا ممكن يكون عايز وما بيتحركش وممكن ما بيكون ما تحركش. تمام? طيب. ويكون الموطيل ده. يكون ليه معينة لها وصف معينة للموتيلتي. وإلا مش هيوصل للاوفا. صح? ويكون شكله سليم عشان اساسا يعرف يتحركه عشان اه يحصل بشكل مزبوط. يعني يكون بتاعته سليمة. صح كده يا جماعة? ده المطلوب. عشان الراجل ده يخلف. هي الحاجات دي اللي احنا بنعمل عشان. فانا بقول عشان يوصل من السكة من اول البينس لحد ما يوصل السيمن لحد الاوفا بيسقط ضحايا. فيقول لك عشان الراجل ده احتمالية احتمالية تخد بارك من كلمة احتمالية دي. احتمالية انه يخلف تكون احتمالية كبيرة مطلوب منه كام كاين. تمام? طيب. الكون تدول. لو زيادة الاحتمالية تبقى زيادة. لو الكاونت يقل لفرتيلة تقل. يبقى هي مش رابية اضوي سود. مش الرقم كده عنده نقوله ده انت هتخلف اهل من كده اقول لك انت مش هتخلف. لها مش حاجة اسمها كده. تمام. طيب لو نفرض ان الكاونت ده مش كتير قوي. لكن بتاع السيمن كويس. يعوض الكاونت ولا ما يعوضش? يعوض الايه? يعوض الكاونت. جميل. طيب نفرض ان هو عنده مثلا المورفولوجي بتاعته فيها تشوهات كتير. تبدأ الدنيا ايه? تسوق تاني. لكن لا ده اقول للمورفولوجي كانت كويسة. يبقى تبقى هيعوض الكاونت لو الكاونت قليل. يبقى فيك كل ده عوامل بتخش الموتيلتي. لو هو مسلا الكاونت قليل او الفوليوم قليل. لكن الموتيلتي كويس. هتبدأ تعوض الموتيلتي تعوض المشكلة اللي كانت عنده صاحبنا في الايه? في الكاونت او في الفوليوم. لذلك هي عشان انت تعمل الفيرتيلتي. يعني ايه? يعني الترجم الارقام اللي طلعها لك في النتيجة. يجي ده السؤال اللي بيجي البيشانت يسأله لك. هو جاء لك عندك المختبر بتاعك وبعد ما جاء لك المختبر بيقول لك انت بتدي له طبعا ورقة ما ليهانا ارقام فبيقول لك ايه معنى الارقام دي? يعني كده ببكتور هخلف ولا مش هخلف? ده السؤال بيسأله لك صح? فانت ممكن تقول له والله انت عندك كويس. عندك الكاونت كويس? سوري. عندك الكاونت مسلا كويس لكن الفوليوم قليل. بس كويس. بس مش عارف المرفولجي برضو كويس. فخلاص انت عندك حاجات كتير كويسة لكن مش مشكلة الفوليوم عادة. او نقول له مسلا عندك الكاونت قليل في الميلي لكن الفوليوم كبير. ما شاء الله فانت في الاخر عندك التوتال كاونت اللي في العينة كلها هيبقى كويس. والموتيلة عندك معقولة والمرفولجي عندك معقولة. نقول له ان شاء الله احتمالية ان انت تخلف هتبقى احتمالية كبيرة. حتى مسلا لو الكاونت بتاعه اقل من خمسطاشر مليون. حتى لو الموتيلة بتاعته ابنورمل بس عنده مسلا الكاونت والفوليوم كويسي. واضح يا جماعة? ممكن واحد بقى يكون عنده الكاونت ابنورمل. والفوليوم ابنورمل. اقول موتيلتي ابنورمل. لا. نقول له خططين في الواسطة وجاعزان ما بيقول. بقى انا بتاع الارقام دي معتمد على كل الحاجات دي مع بعضها. الكاونت والفوليوم والايه? والموتيلتي والمرفولجي. طيب. الحاجات دي عشان انا اعمل لها اسسمنت باعمل اسسمنت لشوية حاجات التانية. ماشي? يعني مثلا? خلاص هنعد. ده مجرد ايه? عدد. هنعد تمام? الفوليوم هنقيس. قياس للفوليوم. طيب. هنعمل ايه? هنقيس برضو الموتيلتي. طيب كويس. في حاجات بتتحكم في غير ان انا بص بعناية كده واشوف الاسبرمات دي بتتحرك ومتتحركش وقديه في المية منهم بيتحركوا وقديه في المية منهم ما بتحركوش. في حاجات بتتحكم في الموتيلتي. يعني مسلا البي اتش. البي اتش. ولما تكتب البي اتش تكتب البي صغيرة والاتش كابتل. ماشي? البي اتش تتأثر عن متيلتي ولا بتأثرش? بتأثر عن متيلتي. انا ليه بقيس البي اتش? عشان خطر الموتيلتي. كويس. ايه تاني اثر عن متيلتي انتوا كتبين اقول ايه? الفيسكوزيتي. اه ايه تاني غير الفيسكوزيتي? دي ما بتتأسش. دي ايه وظيفتك انت. انت شغالة تتحكم في التمبرتشر اسناء الشغل. اه الشجر اللي هو طب مين يعرف السكر المسؤول عن بتاعت وده اللي بنقيسه لما بنلاقي الموتيلتي فاهم مشاكل سكر اسمه ايه? الفراكتوس براو. تمام? جميل جدا. والمورفولوجي برضو من ضمن الحاجات اللي بتأثر في الموتيلتي. لانه لما يبقى واحد اسبر محول والتاني عور والتاني رأسه مقسومة والتصين والتالت مش عارف الديل بتاعه في تشوهات ماشي? والرشرة للاطفال. اكيد ده مش عارف ايه جري يعني صح? فالمورفولوجي اساسا يا جماعة هدفها هدفها ان احنا نوصل للموتيلتي. احنا بنفتح مع بعض موضوع اهواتي هنجي نمشي في اللي نفسك ماشي فيها بسرعة. ولزلك خليني اسألك سؤال. خليني اسألك سؤال. لو الموتيلتي عند كويسة خالص. يعني انا بتصد بعيني تحت الميكروسكوب لقيت الموتيلتي بتاعت زي الفل. هل يهميني اقيس البي اتش? هتفرق يعني? صحيح. انا مش مهمة. انا كده اطمنت. هتفرق ولا انا والله خلاص اطمنت. مش مهمة? لا بتفرق. تفرق في ايه? عشان بتساعد في الحركة اللي هده خصية في الحركة. ما انت شايف الحركة بعينها كويسة? الكلين تكون حركة فيها حركة اكثر. ايه بتقيل الحركة. يا حبيب قلبي انت شايف الحركة بعينك كويسة. ازا شفت حركة كويسة بكون الكلين 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 السمن. بل بقيت سعى الكلين وخلصنا صح? نعم. الحركة لو شايف الموتيلتي كويسة. تقيس الموتيلتي تمام تمام موتيلتي كويسة جدا. تقيس برضو الموتيلتي ولا مش مهمة? الموتيلتي برضو مهمة مش عارف ان انت عندي يا بيقطع سامع صوتة ابو حمد بيقطع عنتم. سامعين صوتك كويس ولا بيقطع برضو? صوتك واضح يا بكتور. طيب. طرع صوتك 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة صحيح طيب يا جماعة ايه طب غير الحاجات اللي احنا قلناها دي بتأثر في الموتاليتي غير والفركتوز ما مشتamente فتكتب في النتجة ليه بطلع في النتيجة ليه بطلع في النتيجة تمام الموضوع بقى الوقت والحرارة والحاجات اللي في ايدك انت دي مصلش العيان انت بتكتب في النتيجة الحاجات اللي بتخص العيان تمام الموضوع انك تشتغل بسرعة ومتضيعاشrole بوقت انك تشتغل في درجة حرارة مصبوط والكلام ده. ده دورك انك تشتغل صح. اوكي? طيب جميل. ايه اللي بنعتمد عليها في شغل السي منه? الهام هي الورى اللي لونو بروتغالي دي القديمة دي كانت سنة الفين وعشرة. واخيرا سنة الفين واحد وعشرين طلعونا جيد جديد. ان شاء الله نحاول ان احنا ناخد من هنا ومن هنا يعني برضو بحيث ان احنا نبقى فاهمين كل واحدة طبعا اخر حاجة لالفين واحد وعشرين دي هنعتمدها في اي حاجة في خلاف ما بين الاتنين. اه لكن هنبين لكم برضو كانوا زمان بيقولوا كزا وبقوا بيقولوا كزا والقصر دي. طيب. ازاي بنجمع عينة. طبعا الموضوع شوية حساس ومحرج. اه انا بنقول كلام ده ليه عشان خطر اخد بالك ده ممكن يتسبب في مشاكل في العينة. ازا انت مش مدي كويسة عشان خطر اه اصلا محرج ان انا اقول للبيشنت اصلا ما ارضتش معرفتش اتكلم مع البيشنت كويس فطبعا العينة ممكن يحصل فهم مشاكل. عينة بالزيت. سبحان الله مليانة مليانة ازاي هيجمع العينة وتقول العينة يعمل ايه بالزبط? فلازم انت تتكلم معاه ما فيش ما فيش حرج في المساعد دي. ما فيش كسوف. لازم تقول له كلام واضح. طيب. البيشنت هيجيب العينة فيه? في البيت ولا في المختبر? في البيت ولا في المعمل? مش عارف عادي اقول لكم لش هم مختبر والمعمل. ينفع يجيبها في البيت? ممكن في البيت. طيب. والافضل ايه طبعا? الافضل في المعمل. طب حلو. طب ليه الافضل في المعمل? عشان الوقت. طب بس عشان الوقت. طب احنا هنتكلم فيها واحدة واحدة دي. انتوا اول هقولتوا حاجة الافضل المعمل عشان الوقت. جميل. طيب. الوقت بس. وعشان الحرارة. كويس. بس. انا في رأيي انتوا نسيين اهم حاجة. ايوة نتطمن انها بتاعته. بالزبط. ايه بقى نتطمن انها بتاعته دي بقوله على ايه? ايوة متتبدلش? والزوجة ولا اللي زوجة يا عبد الرحمن? ميديكوليجال بالضبط. ميديكوليجال. ايه بقى ميديكوليجال يعني ايه لا يحصل? على فكرة يا جماعة. احنا في المجال الصحي وعموما والطبي يعني. عندنا مشكلة في الجوانب القانونية دي. كل شوية نسمع عن دكتور ولا معرفش مين متحول. فيه دكتور مسجون النهاردة او استاذ تخدير مسجون عشان مشاكل معي. وفي الغالب الدكتور بيبقى مظلوم. او الممارس الصحي عموما. بيبقى مظلوم. بس هو طيب. يعني الطيبة دي مش اه مش 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 مفروض تبقى كده يعني. يعني انت اقول لك على خصص واقعي. بيجي فيه واحد عيان اه مراته رافع عليه قضية خلع. عشان خاطر ايه اه اه تتطلع. او قضية الطلاق. عشان بقى تاخد الايمة والنفقة والمؤخر والمؤدم والقصص دي كلها. فرفع عليه قضية الطلاق قال ايه انه ايه ما بيخلفش. وصاحبنا ممكن فعلا ما بيخلفش. وراحت بقى ايه جابت اه تقارير ان هو ما بيخلفش وتحاليل عاملها وبتاعها. فصاحبنا عشان يروح المحكمة ويثبت ان هو لأ انا بخلف وزي الفل وهي المشكلة عندها يروح عامل ايه? روح عامل تحليل سمن ايه? يروح يقول لك اه يجي لك المعمل وانت رجل بقى طيب والله طمعان في الارشنات اللي هو هيدفع عاملك في التحليل. ويقول لك بس انا روح البيت اجيب العينة واجي وروح يجيب عينة بتاعت ايه اخوه ولا واحد صاحبه. تمام? وبعدين انت تروح كاتب له النتيجة وتروح كاتب له على اسمه وتروح ماضي وخاتي. وروح واخد الكلام ده وراح به فين? وراح به المحكمة. يبقى حضرتك كده ايه? لغبط الدنيا. ولذلك يا عينة السمن من العينات يعني بيرتبط بقى مصائر ناس. ويرتبط بقى سعادة اسرة. او شقاوتها. عادي يعني على حسب انت انت مطلع عيفل لك. فاخد بالك ان عينة السمن عينة خطيرة. فهي خطيرة من ناحية الميديكوليجا اللي برضو على فكرة خطيرة انها عينة انفيكشوس. يعني بتعملش مع السمن على انها عينة كده هي انفيكشوس اكتر من اي عينة تانية. يعني ازاي عينة الدم. ممكن يكون فيها فيروس تانية بكتيريا غطفر. فاخد بالك من خصة التعامل مع عينة السمن دي. بالذات الموضوع الاتش اي في. كويس? يبقى انا بيهمني انه يجيب العينة في المختبر وتأكد ان هو اللي دخل ودخل لوحده وان هو جاب العينة وبكتب هزا الكلام. بكتب ان العينة او او بالذات لو دي تكتبها. ماشي? يعني ان هو قال لك انا مش ممكن اجيب عينة عندك انا يعني استحال. انا اجيب العينة من البيت. او دخل عليك جاب لك العينة من البيت. هو قريدي جابها من البيت وبقول لك انا عايز اعمسي من فخلاص هنكتب ان العينة لازم لازم نكتب ان العينة لازم كويس طيب انتو بتقولوا مش هينفع بره البيت عشان خطر الوقت. طيب ازا جابها في خلال الوقت يا جماعة خلاص? ازا هو يجيبها بسرعة خلاص? طب بسرعة ده اللي هو قد ايه يعني? يلا مين يقول? هو زمان كان يقوله نص ساعة. زمان كان يقوله نص ساعة تلاتين دي يعني. لكن بتاعة الفين وعشرة. الفين وعشرة وهم مغيروها خلوها ساعة. لا لا ربع ساعة ولا نص ساعة ولا عشر دا ولا الكلام ده. الجايد لاينز بتقول لحد ساعة. طيب شمالة لحد ساعة? ايه اول حاجة احنا المفروض نعمل لها في عينة السيمين? مش اللي زوجة لأ. مش اللي زوجة. اول حاجة. نشوف العينة فكت ولا لأ? فطلبة احنا مفيش حاجة اصلا هنعملها في العينة قبل ما يحصل وطالما مقبول لحد ساعة خلاص. لعنى هو لو جابها لي انت جبت العينة دي حصل او اس puedesأر المريض كتا. انت جبت العينة الساعة كام وحصل قذف الساعة كام? هيقول لك والله كانت الساعة مثلا عشر او نص. والساعة دلوقتي احداشر. يبقى عدى نص ساعة. كويس كده يبقى مفيش مشكلة. لو حتى لو جابها حصل لها. هو اساسا خلال نص ساعة غالبا هيكون حصل لها غالبا. معظم الناس بتبقى خلال نص ساعة وهو طبيعي لحد ساعة دايما يقولها. جابها بعد خمسين دقيقة وحصل لها مفيش مشكلة. انا كده كده بقول لها حصل قبل ستين دقيقة خلاص. ده ده كاف. تمام كده? طيب. اه عشان الوقت وعشان برضو لو المريض اصر انه يجيب عينة في البيت. خلاص هنقول له تجيبها في خلال ساعة وهنقول له تجيبها ايه? تكون متدفية. يعني بالزاد في الشتة. وهنقول له ما تحطش العينة مكشوفة ولا تجيبها لي واخدها في كيس في ايدك. لأ تحط العينة في كيس وتلف العينة دي كلها وتحطها في في جيب جاكت مسلا. وتحطها في هدومك. ما 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 تبقاش بعيدة عن الجسم بحيث انها تتدفق حرارة الجسم. يبقى انا اهمني في حتة اه اه اوتسايت زالاب ولا ولا اوتسايت زالاب والميديكوليجل والتمبريتشار والوقت. طيب. من ضمن لو حصل في اقل من عشرين دقيقة يعتبر في مشكلة او طبيعي? عبد الرحمن بيسأل. لو حصل قبل عشرين دقيقة لأ طبيعي. ماشي? لو حصل على طول اتوانس طبيعي. هو زي ما نقول بعد شوية اقل من ستين دقيقة. طيب. اه بتيجي المريض برضو يقول لك مسلا انا كنت عامل مسلا مع المدام امبارح. هو كتير بيجوا المرضى يسألوا قبل السيمة. قبل ما يجيبوا العينة السيمة دي بييجي اسألك. فنقوم نقول له ايه كام يوم? امتناع عن الجماعة او بيسموها ابستننس. كام يوم? انتم قدام كل الوقت بتاع مكتوب فيها ايه بس يلا. كام يوم? خد بالك لو او شاب آآ برضو مش آآ مش متجوز ممكن يكون بيعملوا عايزوا بالله مستربيشن. فبرضو لازم ناخد بالنا من الحاجات دي. فانت متقولوش لازم امتناع عن الجماعة معرفش كام يوم وهو يكون مثلا بيعمل المستربيشن. فلازم تاخد بالك ما يقول لك ما فيش جماعة اساسية. طيب لو واحد آآ مثلا هو مش متجوز وآخر مرة مثلا حصل له احتلام مثلا كاثنان شهر. عادي نقبل العينة كده ولا مينفع شيء? هو بيقول لك من يومين لسبعة ايام. لا تلاتة ولا خمسة ولا اربعة ولا الكلام ده. من يومين لسبعة. يعني يومين ماشي مقبول? ازا ازا حصل انت الكورس من يومين مقبول? ازا حصل انت الكورس من تلاتة اربعة خمس ست سبع ايام مقبولة. لكن لو اخر مرة حصل ايجاكوليشن باي سبب بقى? اخر مرة حصل ايجاكوليشن من تلاتة ايام ما ينفعش. لو كان مبارك يبقى برضو ما ينفعش. يبقى هو من يومين لسبعة ايام. طيب نفرض ان هو اخر مرة حصل ايجاكوليشن لازل شخص من شهر. اقول له ايه? طبعا اني عندي مقطف يعني عجيبة وممكن احكيها لكم بتغطي لا. في السيمين ده حاجات طوحة. يجيب عينة بعد اقرب قصف. طيب ما هو كمان شهر? هقول له روح يعني ولا? خلاص? كانت فيكش امل يعني? ما نقدرش نخدمك? فيش حل القصة دي. نستنى ما يحصل ايجاكوليشن تاني. اه لجدوا بقى بالكنتروفرزيال انا عندي بتقول له يعمل استمناء او بالضبط جدا. يعمل مستربيشن. مرة ابا وبعد كده يصبر يومين وبعد كده يعمل مستربيشن تاني. هي عينة بتتجاب ازاي ماشي? ماشي? باي مستربيشن. ويلاعى بقى في المستربيشن بالصبور يعني العذاب اللي المريد ده هيتعذبه. انه ممنوع يستخدم صابون. ممنوع يستخدم جل. ممنوع يستخدم كريمات. كل حاجات دي ممنوعة. ممنوع يستخدم كندم. ممنوع يجيبها بالانتر كورس. يعني على الناشف. معلش في الكلمة يعني هو هو ما ينفعش غير كده. طب ايه المشكلة في الصابون? يعني احيانا تلاقي العينة جاء لك مرغية جامد ووضح وتشمي منها ريحة صابون. او المريد يجي يحكي لك ان انا استخدمت صابون او ان انا استخدمت كريمات او ان انا استخدمت جل. ايه مشاكل في الحاجات دي? او الكندم او الانتر كورس. ايه المشاكل في الحاجات دي? كل الحاجات دي يا اما هتموت الاسبرم يا اما هتأثر مع الموتيلتي. يا اما هتموته خالص يا اما هتأثر على الموتيلتي. لان الصابون في صودا كوية. الجل والكريمات والحاجات دي برضو فيها وهتخلل ولو دخلت وقت في العينة شوية جل ولا حاجة هيأثر على والقصص دي كنتش انت ما تعرفش ده جل ولا هو عينة السمن زي كده المهم يا اما هيتموتها يا اما هتأثر على طب ايه مشكلته? يعني جاب العينة في يعني يقول لك انا ما بعرفش اعمل وهيعمل مع المدام وده بقى هيقول لك انا هزم روح البيت فيجيب لك العينة في كندم لا ده الكندم هيجي زي الفل يعني بيجيب العينة كاملة الجماعة بيقولوا الكمية لا مش الكمية الكندم مفهوش الكندم يا جماعة اساسا اساسا استخداموا ايه? وسيلة منع حمل صح? وسيلة منع حمل يعني هو وبالتالي هتلاقيهم حط هو ايه يمنع هو فيزيكال ماشي? حاجز يخلي ما توصلش للأوفا وهو جواه مواد يعني مواد قاتلة للسبرمس كويس? ولذلك احنا بنخاف من الكندم هتقول لي طيب نفرض ان فيه كندم ما فيهوش يعني فيه كندم بتتباع مخصوص عشان خلص دي ما فيهاش مشكلة لذلك احنا متكلمين في الكندم في في السلايد اللي بعدها انه لو الكندم ما فيهوش هيبقى ينفع يعني الكندم فيه تفصيل علامة الاستفهام دي معناها انه فيه احتمالات. الكندم قد يكون وقد يكون. ازا هو فيه سبير مصيدل? سيدل يبقى ده مينفعش. وإلا هو هيبقى ينفع لو ما فيهوش سبير مصيدل. كويس? طب ايه حكاية دي كمان. زي ما احنا قلنا كده واحد ما بيعرفش يعمل آآ مستربيشن. فيقول لك ايه? انا هروح البيت ويحصل وهيجيب العينة بعد. الانتر كورس. طب هيجيبها ازاي? ان هو يعمل الانتر كورس وفاق وهوب ايه? اما يحس الاجاكوليشن يروح منزل السيمن في في القب. طيب دي سهلة يعني? لا اكيد مش سهلة. ايه? فاهم مشكلتين. القصة دي فاهم مشكلتين. الكوتس انترابتس ده في مشكلتين. ايه هما انترازم يبقى? اه? واسدك. اه لازم يبقى لك واسع شوية عشان انت عرفوا تجاوبوا الاسئلة دي. كوتس انترابتس مشكلتها انه اول حاجة مش كل السيمن ممكن ينزل في القب. ماشي? هيحصل لس لبعض الايه? تمام? تاني حاجة انه هو الانتر كورس اللي حصل ده هو مش لابس كندم بقى. ماشي? ده احنا بتكلمش على واحد لابس كندم. هو دلوقتي ما هوش لابس كندم. فاللي يحصل انه في في اه فريكشن مع الفاجينا اللي هو اسيدك. الفاجينا اسيدك. واحنا قلنا ان المناسبة لحركة تبقى ايه? تبقى الكالاين. يبقى لو جه شوية سيكريشنز اسيدك من الفاجينا. السيكريشنز دي هتنزل في العينة تغير البي اتش. تديني نتيجة غلط للبي اتش. وبالتالي كمان هتغيق هتأثر في الموتيليتي. وممكن اطلع له ان ان انت البي اتش بتاعتك اسيدك والموتيليتي بتاعتك. فيها مشاكل كذا كذا هو لا كذا ولا ده ولا ده. انما هو المشكلة ان العينة نزل فيها شوية ايه? شوية شوية بوضط لك النتيجة. يبقى دول مشكلتين. ومشكلة الاولانية بتاعت ان يحصل لص للعينة. يعني ايه تبقى نسميها هو اهم جزء في كله او في عموما اهم جزء ان هو جزء. ايه المشكلة يعني. المشكلة. هاي واحد. الفرست دروب او الفرست ايجاكولات. طب يعني لما يروح شوية معادي ما هناخد الباقي ونشتغل به. ايه رايكو? نعمل لا ايه? نشتغلها ولا بلاشة? يشتغلها ولا بلاش? ولا فقا تفصيل? طب اقول ما تسمع اني حاجة فقا تفصيل هي اكيد الاجابة اني فقا تفصيل. يعني انا دلوقتي بصوا يا جماعة بلاش ان انت تبقى عدواني في ناس عندهم اه اتتيوت كده انه يرفض اي عين. هبه نفسه يرفض. ما ترفض العينة ارتاحنا بقى ولا شغل او لا اجاعد ايه ده ان عينة حاجات وقت ما انا برا لا يعني خلاص دي مرفوضة وبقى تجيب لنا عينة تانية وايه والعيشنا بقى. اللي عيش بقى ايه بقى اشتغل. طبعا ده غلط. كونك انك ترجكت العينة لمجرد هذا السبب ده غلط. وكونك تأكسبت كده وتشتغل عليك ان في حاجة برضو ده غلط. الصح ان انت هتأكسبت ولكن هتبوت ان فيه مشكلة في العين. هتأكسبت العينة دي بنسمها ايه? يعني عينة غير مثالية. هي عينة مقبولة بس مش هي العينة المثالية. طيب انا ايه اللي هبوت ان ان اول وقعت خارج الايه? خارج الكب يبقى بالتالي انت لازم تقول للعيان من ضمن ان انت هتقول له ضروري 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 ان كل نقطة من السمن تنزل جوه الايه? جوه الكب. او هو بصلك كده وهم قلق يعني. طبعا هو ايه خلاص هو ايجي يضحك عليك. انت عارف العينين بتوعنا الجمال ايجي العيان موقع نص العينة برا. ويجي يضحك عليك. واحيانا ان الحكس برضي. اه? ماشي يجي العيني لك. والله ده العينك هتكتر من كده بكتير بس يعني ايه يا دكتور هو في شوية منهم موقع برا. على كل حاجة. اه هندي بتقول ما عندهاش صوت. اه. كتبولها يا جماعة لو لو انتم سمعيني كتبولها ان فيه صوت تهل المشكلة. طيب اه ازا ان انا انا بقول للباشنت. لازم تجيب بالعربي طبعا. انا بتاعنا عربي. وتدي له مقروعة في ورقة يقرأها وتدي له يفهمها من لسانك شفويا. لازم لاتنين. لازم تدي له لاتنين. تمام? ليه بقى? لان هو لو ما حافظش اللي انا قلته له يرجع للورقة. وممكن ينسى ويحرج ان هو يسألني. فانا بتدي له الورقة. يحس ان ايه? يراجع منها اي هو نسية. وانا بشرح له لان الورقة لوحدها مش هتبقى واضحة. ماشا يا جماعة? انا مش بن اه مش بنهمل العيان لدرجة هتدي له ورقة من غير شرح. لازم ادي له ورقة مع شرح. طيب. فبنقول له اي نقطة جواه الكاب. ولو حصل ولو حصل انه جبت في حاجة وايعة برة لازم تعرفنا. وطمنه ان احنا هنقبل العينة ان شاء الله برضو بس تعرفنا انه حصل ايه سامبل. كويس? طيب. الانكمبيت سامبل دي يقول لك ان اول دروب اول دروب بيكون فيها اكتر من خمسين في المية من اللي بتبقى في العينة رغم انها دروب واحدة وممكن حجمها بقليل يعني ممكن اول دروب دي مسلا حجمها مسلا آآ نص ميلي. وبقيت العينة مسلا حجمها تلاتة ميلي. النص ميلي دول فيهم اكتر من اللي في التلاتة ميلي. يبقى اتأثر في الكونسنتريشن انا مش هتأثر في الكونسنتريشن. يبقى اتأثر في الكونسنتريشن. طب انا ازاي بقى هقبل العينة بهذا الشكل? انا انا دلوقتي هو جاب لي التلاتة ميلي بس والنص ميلي دول وقعوا برا. هم قول لك ماشي. هو جاب لك التلاتة ميلي اشتغل عليهم. لو طلعت العينة نورمال. يبقى النص ميلي كان هيفرق معايا في حاجة ولا مش هيفرق? اه خاص مالوش لازمة صح? كده كده الراجل نورمال. النص ميلي ده فيه زيادة بس. الكاونت مثلا لو طلع في العينة دي مثلا انه هو اربعين مليون. العينة الان كومبيت. اربعين مليون. اربعين مليون ده نورمال. طب ولو كنا خدنا النص ميلي ده مثلا الكاونت كان هيتفع لما زودنا كونسنتريشنس هو ده بقى ستين مليون. طب هو في الاخر وزين نورمال برضو. وهكتب كومنت ان العينة وزين نورمال رينج وبتاعه الدنيا تمام. هو اي اثر في الكونت بس لكن مش هيفرق معايا بعد كده في اه مثلا اي حاجة ولا 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 يا جماعة. اه يبقى حتة كده فهمناها مشكلتها في انه ممكن تبقى وقلنا زي نتعامل مع الان كومبيت سامبل ومشكلتها التانية ان العينة ممكن تبقى اسيدك وده بيأثر فيه طيب انا عايزة ارجع لحتة كده تنسيت اه اقول عليها. ايه احنا قلنا اللي هي فترة الانتناع بتكون من يومين الى سبعة ايام. طيب ايه مشكلة ان يعني يعني عفل فهلاوة بقى بتاعتنا. عادي يا دكتور يعني ما جاتش على يوم من يومين مش هتفرق. يوم من يومين مش هتفرق. تفرق ان هو يبقى اقلي من يومين. وتفرق ان هو بقى اكتر من سبع ايام. ايه المشكلة يعني اللي هتحصل في العينة? ده خلاني اقول الاول اللي هقل من اتقلي من ايه المشكلة? استنى يا ابو حمد. استنى يا ابو حمد. ابوس ايدك. موضوع ما نذكره سبعين مرة قبل كده وحضرها معنا وابو. ولا سمعها قبل كده وبعدين. ادي الفرصة للناس تفكر. احنا عايزين يا جمال استخرج الافكار. ازاي? هو يا جماعة ايه يعني انا انا هستنى ايه? يعني انت مستنى يومين على ما ايه? على ما ايه اللي يحصل? يعني الراجل عمل مسلا من النهاردة انتر كورس. انه منقول له ما تجيلناش بكرة. في اليومين دول ايه اللي هيحصل? هتكون جات منين? هتكون جات منين? من التستس. هو السيمين ده عبارة عن مكونات كتير. عبارة عن ايه? ببساطة. جاي منين? من التستس. بتيجي من الجلانس ومن ضمنها الاخت المكارة المحترمة اللي اسمها البروستيت. والسيكريشنز اللي تعدى الجلانس التانية. طيب. اللي جاية من التستس دي. بتيجي كده عطول. يلا هب تروح تطلع معاك الاسبيرمس دي. لا. بتاخد وقت. على ما تيجي بتوصل من التستس لحد ما تطلع برة خالص. بتاخد يعني من يومين الى ثلاثة ايام. مشة في صاحبنا وتصنعها في التستس نفسه بياخد شهور. تصنيع في التستس بياخد شهور. عشان كده بقى تفتكت تقول اه نورت معايا نورت معايا. الدكتور لما بيدي البيشنز تعلاجه. بيقول له عيد السمن بيقول له عيده بعد قد ايه? بعد يومين تلاتة? لا بيقول له عيده بعد تلات شهور. الاسبرمس بياخد تسعين يوم تلات شهور. تمام كده? انما ان تطلع بقى تتحرك من التستس وتطلع على برة بتاخد اه في اليومين. فعشان كده بنقول له يومين. ليه? لان هو لو عمل النهاردة. ويجي يعمل تاني بكرة لسه مفيش جات. زي الفرن كده. زي الفرن اللي بيطلع عيش. الفرن ده اللي سرعها. فانت اخدت كل العيش اللي طلع من الفرن. في عيش لسه جوا بس هيطلع هياخد وقت على ما يطلع. تمام? العيش ده هياخد وقت على ما يطلع. فانت لما تيجي تطلع بقى معاها ميا وسيكريشنز وبتاعت لها السيكريشنز كتير والسبرمس نفسها ايه? وليلة. لسه لسبرمس ما جاتش. وده كده. ولزلك برضو الناس اللي لما يبقى واحد متجوز وشغال الصبح وبالليل زي الراجل بتاع الفيلم بتاع عاد الامام كل يوم الصبح وبالليل ده يخلف ولا ما يخلفش? ما يخلفش? يعني ده يقلل فرصة الفرتلتي. فانقوله لا يعني ايه خليها خليها اه خليك يوم ويوم لا. ده معدل كويس. يوم يومين لا. ده معدل كويس عشان اجيات ليه الفرتلتي. كذلك لما انا جاء عمل له برضو عندي في المختبر بقتزم بنفس القواعد اقول له لا خلاص انت ايه? عدي يومين عشان خاطر الكون. يبقى حتة اليومين دي عشان خاطر الكون. كويس. تقول لي طيب ما نصبر بقى. ايه المشكلة بقى سبعة تمن تسع عشر تيام كل ما صبر الكون هيزيد وخير وبركة. طب ما هي اللي جاءت بقى لها يومين. وقاعدة بقى في وقاعدة آآ في في بتاعة البيشانت دي. بقى لها يومين تلتة ايام اربعة ايام خمسة سبعة تمن تيام تسع تيام اللي متصنعها بقى لها كتير قوي دي. ايه اللي هيحصل مع الوقت. العينة اللي بتجي لك المختبر كل ما بتسيبها وتقعد وقت طويل. ايه اللي بيحصل لها? لا مش اللزوجة. العينة لما بتتخزن وقت طويل. هاي ناس زي ما تتخزن عندك في المختبر زي ما تتخزن في جسم المريض. ايه اللي بيحصل للعينة باي طايم مع مرور الوقت? ازا قعدنا اكتر من سبعة ايام ايه اللي هيبقى اه افكتد الموتلتي. نرافع لك. ابقى انا لو العين جاه اكتر من تب. طب المفرد انه مسلا على يالك انا انت الله تمن تيام. قال لك بص انا بقى لي تمن تيام. بالزبط. هو قاعد عياط لك شوية وانت عايز تقبل منه العينة بعد تمن تيام. هتبقى عينك على ايه وانت بتعمل لها العشان كده انا بقول لك انت لما بتفهم الفلسفة الحاجة تعرف تتصرف وتعرف تعمل ترابل شوتنج الحاجة زي كده. او مسلا لقيت الناس اللي معاك قابلوا عينة بالغلط. والبيشانت عنده ابي ستنانسة مسلا تمن تسع عشر تيام. بس انت جيت تعمل لها تحت الميكروسكوب. لقيت الراجل الموتلتي بتاعته زي الفل. اقول له جيب عينة تانية ولا خلاص? موتلتي زي الفل. وعنده ابي ستنانسة تسع او عشر تيام. طبعا هتلاقي كونت حل. اكيد هتلاقي كونت ان شاء الله ما فوش مشاكل يا رجل محاوش. محاوش لك برمات بتاعت عشر تيام. فانت لقيت الموتلتي كويسة. انا مش محتاج ان انا ايه ااخد عينة تانية. لكن لو لقيت الموتلتي افكتت اقول له لأ انت لو سمحت جيب لينا عينة تانية لان انت عدت فترة طويلة في الابستنانس وبالتالي اثرت على الموتلتي مش عارفين بقى هانت عندك موتلتي دفكت ولا ده نتيجة الابستنانس الزيادة. تمام? بيقول لك ايه اه كيلير ريتن زي ما قلنا كده مكتوبة ومقرؤة. ماشي? وتسجل على العينة اسم المريض. الناحة دي حاجة ميدي كوليجل فلنسجل اسمه كامل. اه عشان حكاية العمر والبيرسونال كود اللي هو رقم بتاع المريض. ايه ملحظات متعلقة بالموضوع ده زي ما قلت لك. احنا ممكن نقبل ولكن ايه? اه اه يعني ازا ازا ما فيش حل يعني المريض مسلا مش عارفين نجيب منه اه عينة وزين ده. فممكن نقبل مع مراعاة في الناحية دي والموتلتي في الضبط. يعني بالدقيقة. ولامريضة هيجيبها في البيت? بقول له انت بس اعرف لي بالدقيقة. حصل الساعة كان بالدقيقة كان. عشان ابدأ احسن بالايه? طيب صح? اه عشان خاطر اشوف العينة دي برضو عشان احط في حسباني ان لو اي حاجة واقعت من السامبل يبقى ايه? اه اخد بالي يعني طبعا احنا قلنا تفرق في الكونت عشان اول نقطة دي بيبقى فيها كتير. وطبعا تفرق في الفوليم برضو. يعني لو الفوليم بتاع السامبل نورمل خلاص ما عنديش مشكلة. انما لو الفوليم ابنورمل والبيشنك بيقول لي ان مش كل العينة جات في الكب فلازم هطلب منه عينة تانية. ماشي? طيب العينة بتيجي وبتاع والبيشن شود جاكوليت زي سامبل انتو كليين وايد ماوت كونتينر ليه بيقول له او البلاستيك? انا اللي يهميني بس في كونتينر حاجة انه يكون نضيف. هو مش لازم يكون استيرايل. الا لو هنعمل مزرعة. وهنقول حاجة على المزرعة برضو دلوقتي. هل لازم الكونتينر يبقى استيرايل? الكونتينر يبقى استيرايل له هعمل مزرعة. لكن غير كده يبقى كليين كفاية. يبقى كليين بس. طيب واهم حاجة بقى مع انه يبقى كليين ان هو يكون نفسه مش يعني ما تكونش المادة اللي معمول منها تكون سيدا. طبعا انت هتلاحز الكلام ده في العينات اللي عندك لو حاسيت ان العينات فيها كتير. ومسلا انت شغال في مكانين بتروح مكان تلاقي السبريمات ميتها في مكان تاني تلاقي سبريمات كويسة لا يبقى غالبا مشكلة في المختبر نفسه هو شاريين فيها مشكلة يعني. طيب ازا انت بمناسبة بقى ان انت لو لو هتعمل مزرعة هتعمل عينا استيرايل. اه في كاب استيرايل. طيب لو جايلك بيجيب مثلا اجزامنيشن ويورين كالشر فبنقول للبيشنت جيب لنا عينتين يورين ما فيش مشكلة. وممكن تقبل عينة واحدة وممكن تطلب من البيشنت انه يقسمها. لكن لو هو جايب سيمين كالشر نقول للبيشنت يقسم العينة ولا لأ? اصلا غير منطقي. غير منطقي يعني هو هو اسسا بالعافية بيجيب العينة مزبوطة. فما ما قلوش بقى سيم للعينة هنا ومش مش سغل في سيركة هو. تمام? اه ولا طبعا يكوب من الكب شوية هنا وشوية هنا ممنوع الكلام ده كله خالص. انما انا هستخدم كونتينر واحد يكون دي يعني واسع عشان قدر للبيشنت يجيب العينة بسهولة. ويجيبهولي. خلص انا هاختار الكونتينر بتاع الكلشن. حلو? احنا بقى لنا كتير ومشاء الله داخلين على الساعة. طيب هنخلص الصفحة دي ونخدم يعني. مش خلاص خلاص ونكمل ان شاء الله يوم التلاتي الجاية. طيب يا يا جماعة. اه لو عامل مزرعة وعامل في نفس الوقت. هنبدأ بمين في يوم الاول? نزرع الاول ولا نشتغل وبعد كده نزرع? مزرعة الاول. ايه المشكلة يعني لو زراعتي في الاخر? العينة ممكن تبقى ما انت شغال عمال تحط فيها حاجات وتاخد من العينة وترجع تاني وبتاع في العينة ممكن يحصل لها كنتمنيشن. لا وكمان انت لما بتحتفظ بالعينة على ما بيحصل لها وبعد حطت العينة فين? في تلاجة ولا حطتها في الانكيوبيتور? طب في الانكيوبيتور. طب وده يزود فرص ان يحصل لها كنتمنيشن والنورمال في اللي جوه العينة تزيد وما تبقاش عارف مين الباتوجينك بل انان باتوجينك صح? وارد. فبرضو دي ظروف غير مناسبة دي مش طريقة ان انا اتعامل مع عينة زي كده. طيب دي بقى انا بقى الاول راح اخد منها انا باللوب. انا راح اخد منها حاجة مش هتفرق يعني في في بتاع عينة او هتأثر في اي حاجة فخلص هاخد بسرعة وروح زارع وروح شايل العينة فين? هروح شايلة مدخلها وبعد كده ابدأ زي ما هنشرحه بالتفصيل الخطوات هنقولها تمشي ازاي بالتفصيل? تمام? وبنحتفظ بقى في في درجة حالة سبعة وتلاتين ممكن تحتم سبعة وتلاتين بشوية. ما فيش مشكلة. تمام? آآ اعمل جرامستين. ممكن اعمل جرامستين عشان اشوف المايكروب لكن انا مش محتاج اعمل جرامستين آآ انت ممكن تشوف بس انا مبصل من غير جرامستين ولا حاجة. وبرضو هنتكلم فيها بالتفصيل بعد كده ان شاء الله. ماشي? آآ وطبعا العينة تبقى آآ مزبوط ونؤكد تاني على حكاية مهم عشان حدة نشوف هيبقى مزبوط ولا لأ وعشان نشوف خطوات الشغل بعد كده. ماشي يا جماعة? هذا كان ايه آآ عن السيمن اهميته وعن طريقة بتاعت السيمن وعن فايدة كل خطوة من الخطوات وازاي بنعمل للفرتلتي والانفرتلتي هنكمل ان شاء الله بعد كده خطوات السيمن ان شاء الله في لقاءات الثلاثاء القاتل. دلوقتي احنا عايزين آآ نعمل زي جروب واتساب كده. آآ للناس اللي مشتركة في الكورس. آآ هنحط لكم ان شاء الله رابط التسجيل من خلال خدمة العملة. آآ بحيث ان انتو تسجلوا وبحيث ان ان شاء الله آآ الناس نتابع معاهم وماذا استيعابهم وكده ونزلوكم زي اختبارات برضو على كورس واسئلة امسي كيوز واكتيفت ازاي كده بحيث ان الناس تتفاعلوا وتحاول تشغل آآ يعني آآ مهاراتها وعقولها في المحاضرة ونختبر معلوماتنا وماذا استيعابنا للمحاضرة. آآ وفي اخر المحاضرة ان شاء الله الناس الشطار دول هنعمل لهم ان شاء الله آآ شهادات وممكن يبقى فيه كمين. تمام? آآ برك الله فيكم. انتو بس تابعونا على التليجرام والفيسبوك واليوتيوب والتويتر والناس اللي هنحط لكم دلوقتي اللينكات والناس برضو اللي بيشوفونا على اليوتيوب هيلاقوا اللينكات في وصف الفيديو ان شاء الله. دي يا جماعة في الشات اللينكات بتاعة قناة التليجرام واليوتيوب والفيسبوك وتويتر وآآ وبرضو واتساب خدمة العملة اللي حد حد حبيب السبصر عن حاجة وممكن تتواصلوا بهم دلوقتي آآ يبدأوا يسجلوكم ان شاء الله في الكورس ويبعتولكم جروب الواتساب. هنعمل جروب واتساب مؤقت كده على قد الكورس ان شاء الله. جزاكم الله خيرا ونشوفكم ان شاء الله الثلاثاء القادم تسعة ونص توقيت السعودية تمانية ونص توقيت القاهرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتركوا في القناة